هذه القرارات التي صدرت من وزارة المالية ما هي هذه القرارات عشان نأخذها واحدة واحدة كمية بص حضرتك طبعاً اللي هيجي من القانون ده ما يسدش عجز الموازنة احنا عجز الموازنة بتاعنا يعني كبير قوي اه يعني مش الخمسة مليار ده اه خمسوية وكسور مليار جنيه تمام اه فطبعاً ده يعني اللي هيجي منها هيضبك هي ايه هي نواية تسند الزير بسك مش هتسند العجز عشان المورة تبقى واضحة تمام اه زائد ان القانون ده كان جيه في دول النعقاد الماضي واثار لغة داخل القاعة وكان هناك يعني عدد كبير من النواب اعترضوا على بعض الحاجات اللي كان جاية فأجلتو اللي هي كان لا هو ما تأجلش هو اللي حصل ايه يعني في حاجات كانت تمس بقى لطبقة المتوسطة والكلام ده وكان يوم حق النواب في الاعتراض عليها فرئيس المجلس احال هذا القانون الى لجنة الخطة الموازنة ايه لزيادة بايه في الدراسة الحكومة جات سحابته واختفق القانون ده المنتج سنة وعادة الاسبوع اللي فات بس عادة ايه بصورة جديدة ايه الجديد اللي فيه ايه اللي شايفه لا يمس المواطنين عادة يعني اتشال منه كل الحاجات اللي كنا ايه فيه اعتراض عليها اللي زي سلعة المعمرة زي المشروبات الغازية زي كان مستحضرات التجميل والبرفانات كل الكلام ده اتشال منه طب المصارح والسينمات ما شلتوا ايش كده يعني ايه سينما داخل فيلم اجنبي طب والفيلم الاجنبي دي ثقافة فهاجب نشجع الناس انها تشوف الاجنبي زي العرب لا ما انا اقول لحضراتك حاجة يعني هي فيه وجهة نظر ايه وليدة الظروف المحيطة اللي ايام دي اه الفيلم الاجنبي دوة بيتم شراءه بالدولار تمام وفي بعض الافلام العالمية قد يكون هناك ايه يعني الزام ان نسبة من ايرادات بتروح لايه لمنتج هذا الفيلم تمام اه انت زيادة دي عملتها على المواطن لحقيقة على التذكرة ولا على المنتج لا 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 ما بص حضراتك يعني اولا الزيادة مش دايما حضراتك ايه متخيلها هي الزيادة موجودة من الاول يعني فيه الرسوم دي موجودة الناس متخيلين ان الكلام ده جديد لا ده غالبيته موجود منفذ منفذ فعلا بدون قانون لا مقانون يعني حضرتك سيادتك بتسافر كتير واخد بالك وبتلفع رسمه مغادرة خمسين جنيه بس انت ممكن ما بتحسش بها ليه لان المكلف بتحصلها شركة الطيران تمام وبالتالي واخد ده لحضرتك ايه لما بتروح التذكرة خليتها ميت جنيه لانا ايه اللي جد علي وانا عارف السافر ده تذكرة الطيران بقى تقدي كده بس ضعبت كده تذكرة الطيران بقى تقدي كده لكن الخمسين جنيه اللي داخل خزانة الدولة ليه عاملة لغط لغط ليه سؤال انا بس أهل عشان حضرتك تجاوب ليه بتاخدها مقابل ايه يعني لما بتاخد مني رسم مرور على طريق انا معد على طريق حضرتك بتسافل طولي وبتعمل لي فيه حاجات فانا قابل ان ندفع على فكرة رسم مغادرة ده مطبق في دول كتير جدا على مستوى العالم مش في مصر بس بس الناس ما بتحسش بيه المسؤول عن تحصيل انا بتفعها فين انا بتسافر دول العالم بتفع وانا رايح هنا وانا خارج من هناك ما لومش دعو بي انا بتفع فين بس انت انت لو قطعت التذكرة هنا انا بتاخد منك بتاعك انت لكن لو حاجزة لك زهاب وعودة اه وهناك في رسم مغادرة بتاخد منك رسم المغادرة من هنا اكيد انا معرفش ده خاص اه اكيد يعني انا معرفش ده ده مليون في المية ليه اصلا الكلام ده يعني مش حاجة مستجدة هنا في مصر زاعد واخد بالك الاقصاص التأمين دي موجودة يعني من الاول واللي هي موجودة من الاول واحد في المية على تأمينات الحياة ومستمر واحد في المية طيب اذا كانت موجودة ليه بنيكتبها في القانون ليه لانها كانت بتاخد بشكل غير قانوني لا في انواع تاني من اقصات التأمين كانت عشرة في المية بقت حداشر في المية فزارت واحد في المية والقانون القانون بتاع التأمينات ده بيخلي الشركة المؤمنة بتاخد ايه بتتحمل نص الرسوم دي والمستفيد من التأمين بيتحمل لنص التاني يعني الواحد في المية اللي زودوها من عشر إلى حداشر الشركة بتحمل نص في المية المستفيد باستحمل مصر في الميت